السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ مع بعض في أسئلة الوحدة الربعة السؤال الأول بيقولي في الدائرة المعضة في الشكل سعة كل مكسف هي سي السعة المكافئة لهذه المكثفات السلاسة تساوي تعال نبص مع بعض كده في الرسمة اللي قدامنا هلاقي إن المكسفين الاتنين دول متوصلين مع بعض على أيوة بالضبط كده على التوازي طب ما احنا عارفين إن أنا عشان أجيب سعة مكسفين متوصلين على التوازي بنقول إن سي بتساوي سي واحد زائد سي اتنين ده في حال التوصيل على اي يا شباب على التوازي طب ده هو بيقولي سعة كل مكسف سي يعني معنى كده إن السعة المكافئة بتاعتهم هتساوي سي زائد سي هتساوي اتنين سي آه أيوة نسامي واحد بيقولي يا أستاذ صحي كده احنا بعد ما بنجيب السعة بتاعت المكسفين الاتنين التوازي دول ببدأ أرسم دايرة تاني كمان مرة الدايرة هتبقى بالشكل ده أنا عندي هنا كده مكسف سعته اتنين سي مكافئة بدل الاتنين اللي كانوا على التوازي وعندي مكسف تاني ساعة سي وعندي البطارية موجودة تمام كده الدايرة أفلناها أيوة بالضبط كده صار عندي الاتنين مكسف دول متوصلين على التوالي على يا شباب على التوالي طب التوالي بنجيب الساعة المكافئة ازاي بنجيبها بعدة طرق إن السي اي كيو بتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين أقفل القوس قس ساليب واحد أو بنجيبها بطريقة تانية إن أنا بقول الساعة المكافئة بتساوي حاصل ضرب الساعتين سي وان ضرب سي تو على حاصل الجمع سي وان زائد سي تو تعال نعوض معنا بالقيم اللي موجودة هنا أنا عندي المكسف الأولاني ساعته اتنين سي يعني اتنين سي مضروبة في ساعة المكسف الثاني سي ممتاز على اتنين سي زائد سي تعال نبسط العملية شوية اتنين سي ضرب سي بتساوي اتنين سي تربيع واثنين سي زائد سي بتساوي تلاتة سي بالضبط كده أقدر أختصر السي هذا مع التربيع يبقى الناتجة يطلع لي اتنين على تلاتة اتنين على تلاتة سي يعني الاجابة بتاعتك هتكون رقم ب دي اجابة السؤال الاولان ممتاز نفضل مكان عشان نهل السؤال التاني السؤال التاني بيقول لي يا شباب السؤال التاني بيقول مكسف متوازي اللحين تمام ساعة سي ومساحة لوحيه ايه مع مسافة دي بينهم عند توصيل المكسف ببطارية توفر فرق جهد فيه تمام يكون لديه شحنة كيو على لوحيه بيحكي لقصة المكسف يعني أثناء توصيل المكسف بالبطارية دي اللي مهمة معي اوه أثناء توصيل المكسف بالبطارية يتم تقليل المسافة قللنا الايه يا شباب المسافة بمقدار الثلاث قللنا المسافة بمقدار الثلاث عندها سيساوي مقدار الشحنة على اللوحين والسعة انا فيه طريقة كلاسيك بحب حيلي بها المسائل دي هقلكم عليها يمكن تقتنع重要 الراجل بيقوللي أثناء توصيل المكسف بالبطارية يعني البطارية لسه متوصلة يعني معنى كده أن فرق الجهد ما تغيرش فبقول ان دلتا في في الحالة الثانية بتساوي دلتا في في الحالة الاولى ايه الحالة التانية والحالة الاولى يا مستر الحالة التانية بعد ما قللت المسافة الحالة الاولى قبل ما قلل المسافة بدي هذا المبدأ اللي انا هشتغل عليه ان الدلتا V2 تساوي دلتا V1 فرق الجهد ما تغيرش لانه بتاع البطارية طيب وبعدين بكتب المعادلة بتاعتها دي خالص احنا عارفين من ضمن المعادلة بتاعت المكسف ان Q على دلتا V تساوي ابسلون نود في A على D طب ايه رأيك بقى Q1 على دلتا V1 تساوي ابسلون نود في A1 على دي تمام جدا وممكن اقول ان Q2 في الحالة التانية على دلتا V في الحالة التانية تساوي ابسلون نود في ايه في الحالة التانية على D بعد ما عملنا التغيير كده انا عندي معادلتين المعادلة الاولى قبل عمل التغيير اللي هو تقليل المسافة بمقدار الثلث والمعادلة التانية اللي هي بعد ما عملت التغيير بتاع المسافة طب خلي بالكوا شباب انا ممكن اقول بقسمة المعادلة واحد على المعادلة اتنين بالقسمة يعني ايه هقسم الطرف الاول هذا على الطرف الاول والطرف الثاني على الطرف الثاني يلا بينا نقسم يلا بينا نقسم يعني كده هقول اني Q1 على دلتا V1 قسمة يعني تتحول لضرب واقلب الكسر اللي بعديها دلتا V2 على Q2 تساوي إبسلون نود في A1 على D1 مضروبة في المقلوب بتاع الكسر التاني اللي هو D2 على إبسلون نود في A2 طريقة طويلة شوية بس بحس انها اكتر امانا يعني طب ما انا عارف ان D2 تساوي D1 نقدر نختصرهم مع بعض هل تم تغيير مساحة لوح المكسف لا يعني A1 والA2 والإبسلون نروحوا مع بعض انا كده خلاص توصلت العلاقة العلاقة بتقول لي ايه بتقول لي ان الشحنة في الحالة الاولى الشحنة في الحالة الاولى Q1 على الشحنة في الحالة التانية Q2 هتساوي المسافة بين اللوحين في الحالة التانية على المسافة بين اللوحين في الحالة الاولى طب خلي بالك ما هو قال لي ايه قال لي أنه تم تقليل المسافة بين اللحين بمقدار الثلث يعني ايه يعني ديتو أصبحت تساوي تولت ديوان أنا كده قللت المسافة بينهم إلى الثلث يعني إيه اللي صار يعني صار أن ديتو قسمة الدوان تساوي ثلث يعني أقدر شيل الديتو على ديوان دي وأكتب يا شباب وأكتب تولت رفع ليك صح كده ده معنى ايه معنى ان Q في الحالة التانية ضرب تقاطعي Q2 ضرب واحد تساوي Q2 تساوي 3Q اللي كانت موجودة في الحالة الاولى يعني معنى كده ان الشحنة زادت ثلاثة امثال طريقة طويلة شوية بس هنا ايه اتمنى انها تكونوا فهمتوا طب تعالى نجيب السعة ايه اللي يحصل للسعة في تغيير المسافة هذه ممكن اعمل بنفس الطريقة بس بالقانون صغير اقول لك ان C في الحالة الاولى تساوي Q في الحالة الاولى على دلتا V في الحالة الاولى دي معدلة رقم واحد وكذلك C2 تساوي Q2 على دلتا V2 دي المعدلة رقم اتنين هقسم المعادلة اتنين على المعادلة واحد خلاص كده اتحلت يبقى C2 على C1 تساوي Q2 قسم الدلتا V2 مضروبة في المقلوب بتاع كسر الاولاني دلتا V1 على Q1 اشيل الدلتا V طبعا عشان كانت سبتة كان متوصل بالبطارية يساوي Q2 على Q1 على فكرة Q2 على Q1 بتساوي ثلاثة يعني ايه الكلام دوت يعني السعة في الحالة الثانية تصبح ثلاثة امثال السعة في الحالة الاولى يعني C2 تساوي ثلاثة C يعني الاجابة معاك يا دكتور هتكون رقم C اتمنى تكون فيهمتها انا شرحتها باستفادة اوه تمام تعال نبص بعد كده على السؤال رقم ثلاثة ونبدأ نتناقش فيه مع بعض السؤال رقم ثلاثة بيقول لي بيقول لي مساحة اللوحين ماذا يحدث للسعة شفت الطريقة اللي انا عملتها هي هي تعال نعملها تاني هكتب القانون بتاع السعة مرتين ونقسمهم على بعض على فكرة ماذا سيحدث للسعة يعني احنا عايزين تصبح كام يعني يحصل الله تغيره لم يحصلش هنقول عادي خالص سي تنين بتساوي ابسلون نود في ايه في الحالة التانية قسمة دي في الحالة التانية خلي بالك هقسم على سي وان يعني هضرب في المقلوب دي في الحالة الاولى على ابسلون نود اي وان جميل جدا يلا بينا نختصر الحاجات اللي ما تغيرتش مين اللي ما تغيرش معايا اللي ما تغيرش معايا الابسلون زي ما هي معامل السماحية بتاعة الوسط طيب هو قال لي ايه بقى قال لي تنخفض المسافة بين اللحين بمقدار النص يعني ديه اتنين اصبحت نص دي واحد وتتضاعف مساحة اللوحين يعني هقدر اشيل ايتو واكتب انها اصبحت متضاعفة اتنين اي وان مضروبة في الدي وان قسمة ديتو اصبحت قد ايه انخفضت المسافة بمقدار النص يعني اصبحت نص دي واحد مضروبة في الاي وان نلغي الحاجات المتشبهة هلا ان الاي وان هتروح مع الاي وان والدي وان هتروح مع دي وان يطلع لي اتنين على نص اتنين على نص ديتو بالالة الحزبة بتاعتك تطلع كام تطلع اربعة يعني اربعة يعني تزداد الساعة في الحالة الثانية اربعة اضاعف او اربعة مرات الساعة في الحالة الاولى يعني الاجابة عندك رقم سي السؤال اللي بعدها بيقول لي اي المكثفات التالية لديه اكبر شحنة ده عملي التعويض مباشر ونشوف مين اللي لديه اكبر شحنة وهيبقى دوة الاجابة بتاعتي السؤال بيقول لي اي المكثفات التالية لديه اكبر شحنة ايه مكسف متوازي اللوحين مساحته عشرة سنتمتر تربيع يفصل بين لوحيه مسافة عشرة سنتمتر تربيع دي الايه وخلي بالك ان احنا لازم نحولها هندرب في عشرة قس سالب اربعة وتفصل بين لوحيه مسافة هذه هي الدي بالملي متر هندرب في عشرة قس سالب تلاتة ومتصل ببطارية هذه اللي هي الدلتا في اوكي هو بيقول لي عايز مين اللي لديه اكبر شحنة من اللي عنده كيو كبير خلاص تعال نجيب رقم ايه رقم ايه هي القانون بتاعنا كيو على دلتا في تساوي ابسلون نود في ايه على دي لو عملت اعادة ترتيب للمعادلة دي تطلع لاني كيو تساوي ابسلون نود في ايه في دلتا في قسمة دي تعال نعوض عشان نجيب المكسف الاولاني هيبقى الكيو واحد تساوي ابسل النود زي ما هي مش مهم نعوض بيها المساحة عشرة سنتيمتر تربيع يعني هتبقى ضرب عشرة مضروبة في عشرة استسالب اربعة عشان نحول من سنتيمتر تربيع الى متر تربيع مضروبة في فرق الجهد اللي هو قيمته عشرة فولت كل ده مقسوم على المسافة المسافة اللي هي اتنين ميلي يعني اتنين ضرب عشرة قس سالب تلاتة تعمل ده بالقالة الحسبة هيطلع لك المقدار بيساوي خمسة ابسلون نود يعني هجيبها بدلالة ابسلون نود مش مشكلة يعني يبقى شو احنا في الحالة اللي هو هتساوي خمسة ابسلون نود دي كيو وان تمام تعالى نجيب بالنسبة لبي هنعوض على طول بيحنا معنا القانون خلاص الكيو في الحالة التالية بتاعت بي هتساوي ابسلون نود زي ما هي خمسة ضرب عشرة قس سالب اربعة عشرة نحاول من سنتيمتر تربية الى متر تربية وفرق الجهد عشرة فولت وكانت المسافة واحد ملي متر يعني واحد ضرب عشرة قس سالب تلاتة تطلع الاجابة برضو بكام بخمسة ابسلون نود كولوم يعني كيو اتنين نفس المقدار نشوف رقم سي هتساوي تعال نشوف كيو السري بتاعت رقم سي تساوي هتساوي ادي الابسلون نود مضروب في المساحة عشرة سنتيمتر تربية يعني عشرة ضرب عشرة قس سالب اربعة نحاول لمتر تربية وفرق الجهد خمسة فولت ضرب خمسة فولت المسافة اربعة ملي يعني اربعة ضرب عشرة قس سالب تلاتة بالقل الحسبة بتاعتك تطلع كام تطلع واحد بوينت خمسة وعشرين ابسلون نود كولوم طبعا دي اقل حاجة لغاية دلوقتي انا طلع اتنين بيساوي خمسة بيساوي بعض ورقم سي طلعت واحد وربع ابسلون نود اقل منهم ناقص لنا رقم دي تعالي نجيب رقم دي هنا هنقول ان كيو فور اللي بتاع دي دي تساوي برضو هنجيبها بدلالة ابسلون نود مضروبة في ضرب عشرة قس سالب اربعة المسافة بين اللحين وفرق الجهد عشرين يعني ضرب عشرين اللي هدلت فيه قانون عندك عاملينه في الاول اهو على المسافة اتنين ضرب عشرة اوس سالب ثلاثة يطلع لك ان كيو فور تساوي عشرين ابسلون نود كولوم طبعا كده بين اقوي ان هذه اكبر قيمة يبقى الاجابة عندي رقم دي ليه عشان طلعت عشرين ابسلون نود كولوم هذا والله اعلى واعلم السلام عليكم اشتركوا في القناة